تتواصل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في منطقة حائل وبالتحديد في جامعة حائل التي قامت مؤخرا بإنتاج كمامات طبية نوعية يستخدمها من هم في الخط الأمامي في التعامل مع المصابين بفايروس كورونا الجامعة قدمت العديد من جهود منذ ظهور وانتشار فيروس كورونا سواء على مستوى البحث العلمي وتقصيص المنح البحثية للباحثين وأيضا مشاركة المتطوعين من أبناء الجامعة في أعمال تخص مقابلة احتياجات أزمة كورونا وأيضا العديد من المحاضرات النوعية الخاصة بالتثقيف والتوعية حول فيروس كورونا ولعل هذا المشروع يأتي ضمن سياق هذا التوجه الذي تحرص عليه الجامعة ويتم إنتاج هذه الكمامات الطبية عبر طابعات ثلاثية الأبعاد حيث يستغرق إنتاج الكمامة الواحدة من ساعتين إلى أربع ساعات من خلال مركز إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية بدأ المشروع بإعداد فريق بحثي بسيط لدراسة أنواع الكمامات التي من الممكن إنتاجها وكذلك المواد التي ممكن استخدامها لصنع وإنتاج هذه الكمامات بعد استكمال هذه المعطيات من الفريق البحثي بدأت الطابعات ثلاثية الأبعاد في الجامعة بإنتاج العدد الذي يسمح بتسهيل أو تذليل الصعوبات لدى الممارسين الصحيين ومنهم في خط المواجهة الأول لهذه الجائحة وتستمر جامعة حائل من خلال مركز الأبحاث والإدارة الجامعية بتقديم المبادرات العلمية والتطوعية للمساهمة في التصدي لفايروس كورونا للإخبارية عبدالعزيز غرير حائل